السلام عليكم حبيبتي ان شاء الله تكونوا بخير اليوم تاني جبت لكم وصفة صيفية 100% اقتصادية سريعة التحذير هي شغل زعلوك كل واحد وكيف يسميها ولا املة البادينجال المهم يجيب لنا بزاف وعدنا هنا زوج حبات تعبادينجال حسب افراد العائلة انا درتها زوج حبات كبار سنقشرهم ونقطعهم كعابات صغر يريد الدنجال في الماء والملح لكي يقليه لا يشرب الزيت بسحدة لا نقلوه ندبلوه على الزيت ونجعلوه يكمل طيابه بالصصطومات نقطعها كمكعابات صغر لكي يدوبوا بالخف ويدبالوا كما تعرفوا اولادنا ان كان يستبنوا الدنجال يكون غزغز لا يعجبهم نقطعها كمكعابات وندبلوه على الزيت نضيف كمية بزيادة لكي يتشرب كمية على الزيت يشرب كمية ونحركها كوحدة ونضيف الملح لكي نضيف الملح لكي لا يخرج الملح ونضيف لكي تشرب كمية ونضيف كمية سوس الطماطم اضيف كمية سوس الطماطم ونضيف كمية ونضيف كمية قطعته لا تريدهم في الأول لكي لا ينحرقوا ليش ونغطي عليهم ونغلق هذه التقبة لكي لا تقعش تخرج لي في البخار لكي يغير تماما والدنجال يدوب بالخف ويطيب النار تكون قليلة لا تكون قوية لكي لا ينحرك أنا أرى صايلة تبدل ودبال لا تطبش مية بالمية ولكن سنستطيعها لكي يكمل طيب التاع ونخليه يتكتك مع هدل مع هدل الصوص صغير في غرده على نار قليلة وندخل هكا شوية ونغلق عليه ونخليه حتى يطيب هنا سيطاب وراه الطري شوفو نحصل عليه راه الطري وطايب ندير شوية تاع الجبن اختياري تقدروا اي جبن يكون عندكم تاع المثلاتات ولا الجبن المبشور المهم ديروا شوية تاع الجبن خطشوا لدنا غير يشوفوا الجبن في الماكلة يعجبهم ويأكلوها والبيض هنا تلت حبات وشوية تاع الملح تقدروا داني تديروا شوية تاع فلفل اسود معها ونزيدها فوق الدنجال كيما الأوملت ونغطي عليه ونخليه يطيب فيه غردة وينشف النار تكون دايما قليلة هنا ما زال ما نشفش نعاون نزيد هكا غير شوية بالمغرف وننزله لقاع تاع المقلا ونخليه حتى يطيب هنا سعي الوجبة الاقتصادية والخفيفة والسريعة هيا وجدت بسرعة مدتش وقت والمهم تجيبنينا بزيف إن شاء الله هتجربوها تبوا تقدموها شغل لأوملت هكا مدورة ولا أنا غدي أقدمها لهم غير هنا في المقلا يأكلوها بهذا الشكل تجيبنينا وإن شاء الله هتجربوها ترجمة نانسي قنقر